شيخنا يسأل الأخ عبد الرحمن ما حكم الانتساب للجيوش العربية وبخاصة في زمن هذا الصراعات البينية الانتساب للجيوش إذا كان المقصود به أن يكون الإنسان مواطنا في دولة معينة ولا يجد وظيفة إلا في جيشها ويجدها ولكن وجد وظيفة في جيشها وفيه خدمات يقدمها الجيش للوطن كحماية المواطنين والدفاع عن المظلومين وغير ذلك هذه خدمات واجبة له أن يشتغل فيها للإنسان أن يتوظف في الجيوش لكن يبقى السؤال إذا اشتبك الجيش مع جيش آخر مسلم وحينئذ على المسلمين يكفهون نبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتلوا المقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل ما باله المقتول قال أليس كان حريصا على قتل صاحبه وكذلك صحانه صلى الله عليه وسلم في وصيته أنه قال لا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم رقابا حتى لو كانوا بغاثا نعم إذا كانوا بغاثا ثبت ذلك لكن هذه إنما تحصل إنما يكون تعريف البغي منطبقا عليهم وتعريف البغي هو الخروج على إمام الحق بغير حق لا بد أن يكون إمام حق وأن يكون الخالج عليه بغير حق ليس له مظلمة فإذا كان هذا صعب شدا انطباقه والصيال يعني عندنا في سوريا شيخنا لما اقتتلوا قال العلماء هذا دفع الصائل هذا إذا صال على الإنسان صائل ظالم أراد أن يقتله أو يعخذ بيته أو يعتدي على أهله أو نحو ذلك فهذا فيه خلاف هل يجب عليه دفعه أو يندب له فقط لكن لا خلافه في جواز الدفع أصلا لا خلافه في جواز الدفع الصائل لكن اختلفه في حكمه بعض الجواز وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم هذا العلامة محمد مولود في الكفاة يعني مثلا الاقتتال بين النظام السوري وبين الفصائل في سوريا أو الاقتتال بين حفيين واليمنيين هو النظام نفسه معتدي على الناس أو حفتر والليبيين هذا من حفتر مثلا الغزاء طرابرس فهذا غازي ظالم لا شك أنه يجب دفعه وهذا ليس مختصا بالجيش الليبي بل يجب على كل من قدر أن يدفعه ومثل ذلك أيضا العصائب اللي تقاتل في سوريا ضد المواطنين والسكان ويقتلون من قدروا على قتله سواء كان في الأراضي المتحررة أو في غيرها هؤلاء صائلون ومعتدون وفيجب دفعهم ولا يختصوا ذلك بالجيش وليجب على جميع القادرين من المكلفين قتالهم وقد يجب على النساء القتال في بعض ذلك كما نصى عليه العلماء وكذلك يجب على من يليهم أن يساعدهم وأن يدفع عنهم سواء بالسلاح أو بالمال أو بما يستطيع حتى يحصلوا على أمن ويرجعوا إلى ديارهم نعم